بعد القراءة الثانية للموازنة وتسجيل البرلمان عشرات الملاحظات والمداخلات من أعضائه عليها وعلى مدى ثلاث جلسات متواصلة اللجنة المالية النيابية أوضحت أنها ستبدأ باستخدام صلاحيتها الدستورية في المناقلة والتخفيض والإضافة واستضافة المسؤولين التنفيذيين في اجتماعاتها المقبلة بعد قراءتها نحن كلجنة مالية سندخل في صلب الموازنة ونغير في المواد إضافة بعض الفقرات التي ليس لها جنبة مالية من جهة ثانية حتما سنجلس مع بعض السادة الوزراء مع بعض المحافظين الذي نعتقد أن موازناتهم إما فيها غبن أو إما فيها مبالغة بالإضافة إلى ما ذكر فإن اللجنة المالية تسعى إلى زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم بالموازنة لتصبح أربعة تريليونات دينار بدلا عن تريليونين ونصف تريليون دينار بشكل أساس أن يكون لدينا مشروع قانون موازنة نعمل به بعيدا عن مبدأ الواحد على الـ 12 والقيود التي كل سنة تتكرر بسبب تأخر أقرار الموازنة موازنة لثلاث سنوات تحقق استقرار مالي وحتى استقرار سياسي وحسب نواب فإن اللجنة المالية تسلمت أكثر من 200 طلب من أعضاء لجان نيابية أخرى إضافة إلى ملاحظات سجلتها بتقريرها الفني مجملها سيتم تضمينها في الموازنة وفقا لصلاحية البرلمان الدستورية وبعد التشاوري مع الحكومة ياصر عامر العراقي الإخبارية بغداد